حدثنا حجاج وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن صالح قال عثمان مولى التوأمة عن زيدي بن خالد الجهاني قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وننصريف الى السوق ولو رمى احدنا بالنبل قال عثمان رمى بنبل لا ابصر مواقعها حدثنا ابن نمير ويعلى ويزيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيدي بن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى حا ويزيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن ابي عمرة عن ابي عمرة انه سمع زيد بن خالد الجهاني قال يزيد ان ابن عمرة مول زيد بن خالد الجهاني انه سمع زيد بن خالد الجهاني يحدث ان رجلا من المسلمين توفي بخيبر وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم قال فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال ان صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين حثنا يعلو محمد ابن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق وقال محمد لولا ان يشق على امتي لاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل ولا امرتهم بسواك عند كل صلاة حثنا يعلحدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء ومن جهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الغاز شيء ويزيد قال انبأنا الا انه قال من غيرا ان لا ينتقص حثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن زيد بن خالد الجهاني قال لعن رجل دي كان صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تل عنه فانه يدعو الى الصلاة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال صلى بن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في اثر سماء فذكر الحديث حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال انا ابن جريج قال سمعت ابا سعيد الاعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين وقال ابن بكر مولى لفارس وقال حجاج مولى الفارسي عن زيد بن خالد انه رأاه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين فمشى اليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هوف لما انصر فقال زيد يا امير المؤمنين فوالله لا ادعوهما ابدا بعد ان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه ما قال فجلسا اليه عمر وقال يا زيد بن خالد لولا اني اخشى ان يتخذها الناس سلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما حثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن خالد بن زيد الجهاني عن ابيه زيدي بن خالد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اوي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة رعي الغنام قال هي لاك او للذئب قال يا رسول الله ما تقول في ضالة رعي الابل قال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وتأكل من اطراف الشجر قال يا رسول الله ما تقول في الورق اذا وجدتها قال اعلم وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها فادفعها اليه وان فهي لاك او استمتع بها او نحو هذا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيدي بن خالد الجهاني ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا ان ابني كان عسيفا على هذا فازن بامرأته فاخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة وبمئة شات ثم اخبراني اهل العلم ان على ابني جد مئة وتغريب عامين وان على امرأة هذا الرجم حسبت انه قال فقد بيننا بكتاب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا اقضينا بينكما بكتاب الله اما الغنم والوليدة فرد عليك واما ابنك فعليه جد مئة وتغريب عامين ثم قال لرجل من اسلم يقال له انيس قم يا انيس فاس الامرأة هذا فان اعترفت فرجمها حدثنا معاوية ابن عمرن وقال حدثنا ابن وهبن عن عمري ابن الحريث عن بكيري ابن الاشجي عن بسري ابن سعيد عن زيدي ابن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل فقد غزى ومن خلفه فقد غزى حسن اسحاق ابن عيسى انباءنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله ابن عمر وبن عثمان عن ابي عمرة الانصاري عن زيدي ابن خالد الجهاني ان شاء الله قال اسحاق قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها حسن ابن الاشجعي قال ابي عن صفيان عن صالح مولى التوامة قال سمعت زيد ابن خالد الجهاني قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم اخرج الى السوق فلو ارمي لا ابصرت مواقع نبلي حسن سفيان عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الجهاني وشبلا قال سفيان قال بعض الناس ابن معبد والذي حفظت شبلا قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك لها الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان افقها منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل واذا لي فاتكلم قال قل قالا ان ابني كان عسيفا على هذا وانه زن بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادمين وخادمين ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جد مئة وتغريب عامين وعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا اقضينا بينكما بكتاب الله عز وجل المئة شات والخادم رد عليك وعلى ابنيك جد مئة وتغريب عامين يا اونيس رجل من اسلم على امرأة هذا فان اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حتى سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيدي بن خالد وشبل قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة تزني قبل ان تحصن قال اجلدوها فان عادت فاجلدوها فان عادت فاجلدوها فان عادت فبيعوها ولو بضفير حتى اسحاق بن يوسف اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها ومن فطر صائما كتب له مثل اجر الصائم لا ينقصه من اجر الصائم شيء ومن جهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله كتب له مثل اجر الغاز في انه لا ينقص من اجر الغاز شيء حتى روح قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن بصري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهاني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزى حسين ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن ابي النضري عن بصري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهاني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فان اعتريفت فادها وان فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها وان فاكلها فان اعتريفت فادها حدثنا صفوان بن عيسى قال اخبرنا محمد بن عمارة عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمر وعن زيدي بن خالد الجهاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم بخير الشهادة الذين يبدأون بشهادتهم من غير ان يسألوا عنها حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد عن يحيى حدثنا ابو سلمة وحدثنا ابي حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من اذن الكاتب كل ما قام الى الصلاة استاك حدثنا صفيان حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيدي بن خالد الجهاني مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما اصبحوا قال الم تسمعون قال ربكم عز وجل الليلة قال ما انعمت على العبادي نعمة الا اصبح بها قوم كفيرين بالذي امنا بي حدثنا صفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث قال يحيى اخبرني ربيعة انه قال عن زيدي بن خالد فسألت ربيعة فقال اخبرنيه عن زيدي بن خالد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل فغضب وحمرت وجنته وقال ما لاك ولها معها الحذاء والسقاء تريد الماء وتأكل الشجر حتى تجيء ربها وسئلة عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لاك او لي اخيك او للذئب وسئلة عن اللقطتي فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان اعتري فتوى الا فاخلطها بمالكة حثنا سفيان عن سالمين ابي النظري مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن بسري بن سعيد قال ارسلني ابو جهيمين ابن اختي ابي بن كعب الى زيدي بن خالد اسأله ما سمع في المر بين يدي المصلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يقوم اربعين لا ادري من يومين او شهر او سنة خير له من ان يمر بين يديه حثنا هاشم بن القاسم عن ابن ابي ذئب قال حدثني مولى الجهينة عن عبد الرحمن بن زيدي بن خالد الجهني يحدث عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخصة حثنا ابو النظري قال حدثنا ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوامة عن زيدي بن خالد الجهني قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغربة ثم ننصرف الى السوق ولو رمي بنبل لا ابصرت مواقعها حثنا ابو عامر حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيدي يعني ابن اسلم عن عطائي بن يسار عن زيدي بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيه ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه حثنا يحيى ابن اسحاق انبأنا ابن لهيعة عن بكري بن سوادة وحدثنا سريج هو ابن النعمان قال حدثنا ابن وهبن عن عمري ابن الحارفي عن بكري بن سوادة عن ابي سالمين الجيشاني عن زيدي بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها حثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي بصري ثقة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن بصري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى ومن خلفه في اهله فقد غزى حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيدي بن خالد الجهني وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلة عن الامة تزني ولم تحصن قال اجلدها فانزنت فاجلدها فقال في الثالثة او في الرابعة فانزنت فبعها ولو بضفير والضفير الحبل حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال حدثنا ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة المعنى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن زيدي بن خالد الجهني وابي هريرة قال سئلة النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة فذكر الحديث وقال في الثالثة او الرابعة الزهري شك حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن رابعة ابن ابي عبد الرحمن قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيدي بن خالد الجهني قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها فان جاء احد يخبرك بها وان لفستنفقها قالا يا رسول الله فضالة الغنم قالا لك او لي اخيك او للذئب قالا يا رسول الله ضالة الابل قالا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ملاكا ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة ققرأت على عبد الرحمن مالك قال ابي وحدثنا اسحاق قال حدثنا مالك عن صالح ابن كيسانا عن عبيد الله ابن عبد الله عن زيدي بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصر فاقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلموا قال اصبح من عباد مؤمن بي قال اسحاق كفر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كفر بي فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كفر بالكوكب واما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كفر بي مؤمن بالكوكب حسن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن ابي بكري بن حزمين عن ابيه عن عبد الرحمن بن عمري بن عثمان عن زيدي بن خالد الجهني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة من شهد بها صاحبها قبل ان يسألها